زيزو مقوف قيده كلنا عارفين هذا الكلام وبالأمس كان معايا الزميل والصديق العزيز محمود فؤاد وكريم عبد المحسن اللي اتكلموا في تفاصيل كتيرة جدا فيما يخص نادي الزيزو مقفل وانه بين شرق اخواص وان زيزو في طريقه الى الاحتراف لانه مش هيضحي بالعرض اللي موجود وقال محمود فؤاد بالأمس ان ادارة نادي الزيزو مقفل كان طلبت من زيزو لما رفعوا له العرض الاربعين وطلب السبعين قالوا له اكتب طلباتك بخطي ايدك على الواتس ااب او بخطي ايدك انت وبعتنا عشان لما يجي جمهور الزمالك يتكلم يقول لك زيزو هو اللي اختار لكن فك القيد ورفع الحظ انا بقول لحضراتكم في طريقه وخلاص للنهاية لان الزمالك من فضل الله بيقوم حاليا بسداد المصحقات الخاصة باللعبين وايضا بيه الاجهزة الفنية السابقة الزمالك النهاردة بن يمين اتشنبونج مواجم الفريق حيبعت له 115 الف دولار ايضا روي اجواش المدرب العام السابق للفريق الابيض هياخد برضو مبلغ اجمال المبلغ اللي حيتم سداده 165 الف دولار وحيتم مخاطبة الاتحاد الدولي عشان يختر الافريق والاتحاد المصري برفع الحظر عن القيد الخاص بنادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم بنتمنى للزمالك الاستقرار لان الزمالك والاهلي لما يكون فيه استقرار بيبقى فيه استقرار دكرة القدم المصري تعالوا بقى اقول لحضراتكم الزمالك نوع على مين خلال الفترة القادمة كان فيه لعب كان في حسنية اغدير وانتقل بعد ذلك الى نادي الرائد السعودي لعب مغربي اللاعب اسمه كريم البركاو ده مهاجم الزمالك داخل فيه مفاوضات جدة جدا جدا لضمه من خلال نادي الرائد هو لعب مع الرائد السعودي 106 مباراة احرص فيهم 51 هدف واحد من المهاجمين كويسين جدا جدا وحيكون اضافة لنادي الزمالك في حالة اتمام التعاقد معه خلال فترة قادمة من المنتظر ان اللاعب يصل الى القائرة خلال 48 ساعة للخضوع اللي كشف الطب تمهيدا للاعلان الرسمي عن الصفقة وحتكون اول صفقات نادي الزمالك الزمالك